طيب التور واضح عندي حاجة واضح ان انت بتمر بازمة اهي ازمة عندك خوف على شوية الترابات اه شوية عقوسات الفترة دي اه خايف طبعا خايف تاخد اي خطوة خايف من اي حركة تعملها انك تزود المشكلة اكتر وتغرق اكتر بص جايلك ايه تحت الجرب ده القديسة زي ما انتوا عارفين وحاكيد حافظتوا القديسة بتمثلي القرب من ربنا الروحانيات حلوكم يا تور لو القرية دي تنطبق عليكم فعلا بتمروا بالازمة دي اتجهوا لربنا هو الوحيد اللي هي لطم من قلبكم وهو هي خراكم المشكلة دي سلمين امنين نقرب من ربنا شوية نتعبد نحاول ان احنا آآ ننعزل شوية مش ننعزل نقعد بس ايه نفكر بهدوء كده لوحدنا وتبعدوا عن المشكلة يعني تشوفوا لو هي مسلا خناقة مع محدة في الشغل يعني ايه ناخد بس بريك شوية نقيم الموضوع وزي ما قلنا نصلي باذن الله محلولة في حد قريب منك هيقدم لك شيء والشيء ده شكله مساعدة هيساعدك وهيساعدك افتكر ما هذا ده ليه علاقة بالازمة اللي انت بتمر بها دلوقتي هيساعدك فيها هيقدم لك شيء اوكي بنية خالصة وحاجة حلوة جدا مساعدة او دعم او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي بس هي حاجة بسيطة ان شاء الله ما هياش حاجة يعني اه تخوف ما تقلوش queen of tentacles ايوا بقى ايوا بقى حالة المادية فيها تطور كوي السياطور يمكن البنزين الكام عشرة سايق ولوان ربع جنيه اللي نزلت دي يمكن هتأثر معاك حالتك المادية بقى فيها تطور وهتحس انك انت في حالة راحة شوية مش رخاء بس ايه عمليها تكون مريحة تطور عن اللي انت فيه ايا كان اللي انت فيه هتحس ان انت ها طلعت شوية وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كتير جدا وكل ما بتدي كل ما هديك اكتر انت محتار في حاجة واعتقد الحلاء الحاجة دي تخص العطفة ده في حيرة هنا قرارين شبه بعض قريبين من بعد قوي حيران اعمل ده ولا ولا استنى شوية ولا اعمل ايه فيه عندك حيرة الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها بقى بتمشي باحساسك دي مش بمدي مش ما تتحلش بالعقل دي بالاحساس وهتحس بمشاعر جديدة ياتور لو انت محتار بين علاقتين يعني محتار بين انت مثلا او انت محتار بين شخصين هيجيلك مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جدا ماينفعش تعد من غير ما تاخد بالك او تاخد بالك هتحسوا بالمشاعر دي وده هيحسن لكم القرار ده في حيرة واضح اوكي وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل حاجة مكملة معاك فعلى ما اظن والله اعلم ان الحيرة دي زي ما قلت لكم في علاقة او حتى مش هزوا يكونوا بين شخصين مقارنة بين شخصين ممكن تكون انت محتار تكمل او ما تكملش محتار تتعامل ازاي هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسن لك الموضوع ده هي اللي هتدل لك تتعامل ازاي وزي ما قلت لك اللي قلت الازمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة عندك تغير في الحظ يا تور الحاجات اللي كانت وقفة ومتعطلة وركدة كده المية الركدة العجلة هتدور هتبتدي الدور هتبتدي الدنيا تتغير والامور الوقفة المتعطلة هتبتدي تقرب والدنيا هتبتدي تتسهل هتحس بتغير وتغير جامد التغير ده هيسبقه حاجة هيسبقه تغير فيك انت الاول فيه شيء هيتغير جواك فيه ده 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 كرت قوي من كروت القوية جدا والكروت الماجر الاساسية في اللي في الترو بيوحي بي موت شيء كنعايش معاك فترة طويلة جدا ممكن يكون معتقد ممكن يكون اسلوب ممكن يكون صفة حتى فيك حاجة كانت جزء منك هتموت ويحل محلها شيء تاني لما الشيء ده هيتغير جواك العجلة هتدور يمكن نقول مثلا حديك مثال للمثال وليس الحصر انه اسلوبك مثلا بدل ما انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي هتبتدي العزلة اللي انت فيها دي تختفي ويحل محلها اجتماعية انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس وتقابل زمايلك في الشغل برا الشغل وتعمل علاقات اكتر فالعجلة هتدور معاك فهمين قصدي فيه تغيير هيحصل جواك انت وبرضو ده ما ينفعش ما تحسوش زي المشاعر القوية اللي هتحسها دي ما ينفعش اتعدي من غير ما تاخد بالك هتاخد بالك ايه ده انا مش كده انا دي مش طبيعتي في حاجة شيء جواك هيتغير بشكل جامد ياتور بيقول لك مواجهتك لازم تكون بعقلة نية بالدبلوماسية تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجة اللي بتهددك دي شايفين ده اسد كارت ده اسمه القوة قوتك في عقلك مش انك انت اه تنهر لقدامك او انت تهينه او انت تزعله او تزعله هو ده كده انت كسبت المطش لا المطش مش هيكسب كده بعقله بصوا هي مروضة الاسد ازاي بعقله بتبطب مش لازم يكون بتبطبة يعني مش شرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بتبطب على اللي حواليك لا تستعمل معاه ديبلوماسيتك وزكائك وما فيش شك من قوة الحاجتين دول عندك انت منغمس في ازيتك شوية يا تور شايف حالة زي ما تقوله مش حزن بس انت واقية شوية حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حقيقتك ده يعني هتقعد قعدة مع نفسك وتعمل شوية تعديلات هتطلع منها بالنتيجة دي هتقول لأ لقد الوقت جي بقى خلاص انا لازم ابتدي اتغير لازم مسلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشدة ان انا لأ ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعلاتي بدل ما انا لأ كل ما محد يقول لي تعالى مثلا انزل معنا روح معنا زمايل في الشغل انتو عارفين الخروجات بتاعة الشغل دي بتقرب الزمايل جدا من بعض حتتجدي تنزلها هيتغير حاجة في شخصيتك جمدة جدا وبالتالي هتتغير حياتك معها هتكون اكثر ثلاثة واكثر حزن ان شاء الله ارية حلوة زي ما عندتلكو يا تور لو انا صح في موضوع المحنة او الازمة اللي انت بتعدي بها دلوقتي حلها الصلاة قرب من ربنا ودهيله وهو هيدل لك بالنسبة للحيرة اللي عندك من ناحية الحالة العطفية فدي انت هي هتتحلل وحدها هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسن لك الموقف دي القرية الاولى للقرية العامة الاولى لبورج التور اتمنى تكون القرية منطبقة ودقيقة يا رب تكون عجوة صح مرسية عزة باتمنى يتغير حلو فك الكعبالة ان شاء الله ان شاء الله يا دوت طلعت ان شاء الله بإذن الله حتتفكر بإذن الله البس ده لا مش يوميا يا عامر هو بقى حسب التساهيل صراحة بس هو الخطة ان هو يوم او يوم لا وهحاول على قد مقدر ان انا اثبت الريتم ده يا سلوى يا حبيبة قلبي ويحفظك ويبارك فيك يا حبيبتي انتي خلاص يا عليكم صح؟ طيب كويس قوي كويس قوي قوس يا ميسى قريب ابي حاضر بعد ما شفت في حاجة جواد غيرت وانا مش كده من ساعة ما شفت ايه يا حسام؟ هذه من بورج التور دي مرحلة الاولى يا زينب ما تعيطيش دي مرحلة الاولى وحنقول الحالة العطفية حالا ولو فاتك القرية ولا يهمك بعد البس ما يخلص هتلاقيني يحطهولك في الصفحة جاهزة مستنياكي قوس ان شاء الله يا ميسى حاضر مرسية مار وعشير تسلم ايدك حياتي طيب يلا نشوف الحالة العطفية اهم روضة قسود وما جبتش من عندي حاجة او الله يا بنت احنا عايشين في غابة هنا دي غابة بنروض قسود فعلا يلا هنعمل ايه فعلا كلامي كله صح مرسية بسمة جدا صح اشكرك يا شايماء طبعا ياسيف الاعلم الغايبة الا الله طبعا عنعمة بالله طيب يلا نشوف الحالة العطفية اخبارها ايه يارب تكون كويسة وانا في حد كمان تور عندي من صحابي يارب يكون حاجة كويسة يارب بسم الله الرحمن الرحيم يا مانا انت اللي كمان وحشتيني جدا جدا مانا انت سمعت قرائتك ولا لا انت قرائتك عملتها لايف مانا من الناس اللي كذبت معنا سمعتها والنبي طمانين يقولين انت سمعتها عشان انا ما بقيتش فاكرة انا قلتها في اني لايف فيهم عشان خطي يقولينك سمعتها انا بعد كده هعمل القريات على التليفون انا مش هخليها هن كل كلمة صح بس انا ايه بصلي على طول كويس جدا يا عزة حلو حلو الصلاة طبعا دي عبادة مفيهاش حاجة بس انا اقصد الصلاة اللي هي انك تتكلمي مع ربنا فهمة قصدي ايه القعدة دي اللي بتبقي خلصتي الصلاة وتعودي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا ده قصدي بس طبعا برافو عليكي ويدعيني معاكي دعيني تجعل تزم انا كمان محمد مفروض صح جدا بشكرك يا محمد اوكي يلا نشوف المجموعة الاولى لبرج التور القراية العطفية بسم الله الرحمن الرحيم اه حيرة هي شفتوا عندك حيرة يا تور مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في الراية الجنرال بتاعك في حيرة حيرة ده الطاقة حتى نفسها بينكو حيرة يا رب يا ترى ايه الاسباب ايه سبب الحيرة دي طيب طيب بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة جدا بصوا جماعة حيرة هي واضحة بستار هي ايجابية طاقة ايجابية كل حاجة بس انت عايز تحسن قرار انت رجل في المية ورجل في الارض مش عارف تروح فين وهو قرار شكل وقرار مصير يا الارض يا المية حاجتين يعني عكس بعض فعندك قرار محتاج تحسنه نفسك انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة يمكن يكون خطأ حصل من شركك او خطأ منك الله اعلم بس في يمكن في حاجة غلط البرج ده معناه شيء غلط نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى يعني الغمة تنزح والشمس بصوا التاور عمل ازاي يعني سواد السماء سودة يعني اكيد حاجة غلط وحاجات بقى بتقع وبيت بينهار وناس بتقع مش لبيك ونار وحريقة واكشن غير طبيعي كده لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الفجار ده فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار حتى لو هيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار شايف شريكك ازاي شايفه هداية من ربناه شايفه حاجة حلوة جدا بيمدك بطاقة اجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان بصوا وبنينة وبستان يعني حاجة حلوة جدا ويد ممدودة وحاجة منورة وكده حاجة حلوة قوي قوي انت يا تورشي شايف شريكك حاجة كويسة جدا اكيد شريكك شخص كويس يعني واضح ان هو شخص كويس وهو فعلا نعطيك شخص كويس شريكك عايز ايه؟ عايز يوصل لرده نفسه يحس برده في العلاقة شكلك انت اللي مغلبه يا تور يمكن تكون انت اللي مغلبه او هو مش عارف يوصلك ازاي نفسه يوصل لمرحلة الرده ان هو يرضيك وان هو كمان بالتالي هو هيرضى اللي لسه ما ارتبطوش الشخص ده شريك التور عايز اتباط عايز بداية عيلة جديدة اللي ارتبطوا فهو عايز العلاقة تكون صحية وعلاقة فيها ثقة وفيها فرح واحتفالات عايز يسعد عيلته جدا يعني في كلتا الحالات سواء العلاقة دي زواجها تمام ولا لسه فشريكك يا تور شخص فعلا كويس اوي ربنا يعني ربنا يعنى هانيكم ببعض شايفك ازاي شايفك عندك يعانى انت اساس كويس اوي بذرتك كويسه البذرة كويسه بتاعت العلاقة بس هي حايز اتباط يعانى انا قرب تفهم المشكلة يا تور شكل اندفاعك في الكلام بيوحي بقصوة او بيوحي بقلة حب ده بيجرح شريكك يمكن الله اعلم يعني يمكن اكون غلط بس لو انا صح وياريت نواجه نفسنا كده لو انا صح حاول تكون يعني كلامك يكون كويس يعني حاول انت تكون زريف شوية مع شريكك وزي ما قلتلكو الطاقة بينكو طلع نزلة يوم حلوين ويوم تقلبوا على بعض يوم كويسين ويوم تقلبوا على بعض مش مستقرة الطاقة مش مستقرة صح جدا مرسي يا سابرينا هنا في حالة يعني عايز اقول راحة او حالة عارفين لأ حالة هدوء في حالة هدوء هتوصلوا لحالة هدوء ان شاء الله في العلاقة باذن الله وفيها بقى عطاء بقى كل واحد هيدي حاجة كل واحد هيدي للتاني حاجة في هنا خير جاي لكم ان شاء الله يعني واضح ان انتو الاثنين شخصيات طيبين الناس كويسين جدا فباذن الله ربنا هيبعت لكم حاجة كويسة دي حاجة جاية من عمد ربنا خير جاية من ربنا ان شاء الله يكون هدوء نفسي ويكون حالة يعني هيقربكم من بعض اكتر الناس اللي ما تجوزوش هنا في اتنى زواج في خلال شهرين الله اعلم ان شاء الله في خلال شهرين في اتنى زواج الناس اللي مرتبطين يمكن دي مشكلة مش عايزك وتخافوا يمكن تكون مشكلة وهتحتاجوا ان تحكموا بينكم حد كبير حد من العيلة اب ام اي حد وياريت هم دول الناس بس اللي يتدخلوا وياريت تختاروا حد فعلا يقدر يديكم نصيحة كويسة ويوفق ما بينكم ده حد جاي بيحكم بين كنتو الاثن vary ان شاء الله تترادو لو كانت دي مشكلة فعلا اه لو ما كانتش مشكلة فهي بينكم يعني يمكن تكون مشكلة خروجية بعد الشر يعني حاجة بسيطة كدا وتعدي تروح لحالها المهم ان العلاقة هتستقر بإذن الله وهتبقى زي الفن والله صح مرسي يا صابرين حبيبتي بشكرك جدا الأسد قلنا يا محمد محمد مصطفى قلنا الأسد أحمد جي معنا هو زي ما قلتلكم أحمد سليمان هتلاقوه هو حاطت شورة أحمد حيني بروفايل بتاعته هو الأدمن الجديد معنا رحبه بأحمد حقيقي والله مرسي يا باسمة القوس حاضر يا هادية حاضر من عناية الجدي من عناية يا حنان حاضر بس كبه أنت لمنور يا سيف بشكرك ما قدريش إيه رأيك في موضوع اللعبة دي إيه إيه أنا عليا زي بتقولي إيه أنا أنا مش فهمك الحمل قريب جدا قريب جدا طيب قريب جدا إن شاء الله برج الأسد سيفني أنا حسب اللاموبالاة طيب بص يا هبة أنت عستسألي يعني فيه رجوع ولا لأ السؤال ده زي ما قلتلك أنا بعمل آخر عشر دقيق في اللعب نهو بقى نسأل أسئلها حسفر ولا لأ يعني بدي كده عشر دقيق نقعد نقرأ اسنو الأسئلة نوسا بشكرك يا حبيبتي على الفيت باك الحلو ده الحمد لله القرية مزبوطة وكله تمام صح يا عسل دمتي لعسل يا صمر جو معنا بشكرك حبيبتي قوي قوي على الفيت باك تانك يو تانك يو كلامك صح بشكرك يا أحمد مرسي أحمد في حالة انبهار ده أهلا حاجة في الدنيا والله يا ربنا يخليهي. شفتوا بقى الكلام الحلو بقى. يا ربي يخليهولك يا بسمة ويهنيكوا ببعض ويهديهولك ويهديكي بيك. مرسي يا نوسا جدا. تعلم صح جدا بجد كله بيحصل بواس الدنيا باندفاعي. ربنا يفرجع من عنده يجير خاطرنا ويسطح الأحوال. يا يا ندم انتي يعني بجد. بصوا الاعتراف بالحق فضيلة. فعلا انتي وصلتي لمرتبة حلوة جدا في الفضيلة. انك بتاعترفي بخطائك وبتصححيه. برافو عليكي. جو فورت وهتصححيي ان شاء الله. كيف. دلوقتي. ليان. تانكيو حبيبة قلبي. مبسوطة اقون القرية عجبتكو. جد مبسوطة جدا. تانكيو حبيبة قلبي. مبسوطة جدا. جد مبسوطة جدا. اشتركوا في القناة